السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الموسم التالت من برنامج رمضان واشياء اللي كان المفروض يبقى الموسم الرابع ولكن زي ما الناس اللي امتابعيننا عارفين احنا رمضان اللي فات ما عملناش رمضان واشياء وبناء عليه حرحل الانترو والفنوس وكل حاجة في الدنيا للسنة دي ونكمل عادي كأن ما فيش حاجة حصلت شكل التغطية السنة دي حيبقى عشوائي جدا 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 الابعد للحدود اللي في الدنيا وده لاني من اول يوم رمضان والحقيقة من قبل رمضان كمان وانا قاعد اخطط للفورمات اللي انا عاوز اعمل بها حلقات رمضان واشياء السنة دي وازاي حنناقش كل مسلسل وايه هي المسلسلات اللي حنشوفها والكلام ده كله وحالة التخطيط او التفكير دي استمرت معايا لغاية قبل ما دوس زرار التسجيل على الكاميرا بتاعت الحلقة دي بتلاتين سانية ولغاية ما انا عمال اتكلم دلوقتي الحقيقة انا ما عنديش خطة يا جماعة انا بمنتهى الامانة مش عارف الشكل الانسب لضغطية المسلسلات دي بازاي لان الدنيا وصلت لدرجة لخبطة مخيفة جدا وانا ما اقصدش ده بالمعنى السلبي على مستوى المسلسلات مستوى المسلسلات عليه ما عليه واللي احنا عارفين هو اللي احنا عمالين نعيد ونزيد فيه كل السنة والحقيقة انا مش عاوز اقضي وقت اطول من اللي لازم بتكلم فيه السنة دي هنعتبره من المسلمات ومن الامور اللي احنا لازم نتعايش معها وخلاص ونتكلم في حتة الرأي نفسها لان بشكل مفاجئ بالنسبة لي انا شخصيا مستوى المسلسلات اللي بتفرج عليها السنة دي افضل من السنة اللي فاتت انا السنة عدد كبير من مسلسلات السنة اللي فاتت يمكن عشر او خمستاشر مسلسل فأول ثلاثة ايام عدت على حلقة اقوله وحلقة تانية من عدد كبير من المسلسلات الوضع كان بقى محبط لدرجة الاختناق لدرجة ضيق التنفس يعني السنة دي مش كده السنة دي فيه مسلسلات مش هقول كتير يعني بس فيه مسلسلات دفعاني لاني اتفرج عليها واتبعها وبقعد مستني حلقة جديدة منها تنزل عشان اتفرج عليها وكلام زي ده ولكن العالم تغير والوضع تغير وفكرة المشاهد اللي عنده استعداد يقعد قدام حلقة زمنها تلاتين دقيقة او خمسة وعشرين دقيقة او خمسة وثلاثين دقيقة لان برضو متوسط زمن الحلقات السنة دي مش سيء برضو يعتبر نسبيا معقول يشوفها في ساعة ونص وساعتين اصبح صعب جدا خصوصا على واحد في سني يا جماعة انا في نوفمبر اللي فات تمت اربعين سنة اللي فضل من عمري ما ينفعش اضيع منه القدر المهول ده في الاعلانات ما ينفعش خلاص خصوصا انه العالم كله عودنا خلاص على ان ده مش الوضع محدش مضطر يعمل كده خلاص كل الخدمات بقى ليها آآ قرين رقمي للعاوز يشترك فيه وانا بعتبر ان الصناعة الترفيه ديت جزء من شغلي او هي شغلي كله الحقيقة فبناعا عليه لو فيه استثمار محتاج ان انا ادفعه بادفعه لانه شغلي حتى لو كان المشاهد محتاج انه هو يتريث ويبقى منطقي شوية في بيدفع ايه فين بالزبط عشان يشتغل على اساسه ولكن واحد زي ما ينفعش يعني يا عم الهات بميت جنيه حاضر بميتين جنيه حاضر بطلتميت جنيه حاضر اصرف اللي اصرفه لاني في الاخر ده حيساعدني على اني اصنع محتوى السنة دي زي ما حضراتكم عارفين حصلت حاجة من اغرب ما يمكن وهي اطلاق منصة رقمية عليها اغلب المسلسلات لشركة الانتاج الواحدة اللي عندها سيطرة كبيرة على كل المسلسلات دي والمنصة رقمية دات ما بتشتغلش احنا انا نزلتها ودخل عندي استعداد ان انا ادفع ما عنديش اي مشكلة عشان اتفرج ولكنها ما بتشتغلش بحاول ان انا اعمل ما بتشتغلش حتى حتى قبل ما ادوس زر التصوير ما كانتش شغالة المنصة الاخرى اللي عليها كل المسلسلات اللي احنا متعودين نتفرج عليها كل سنة المنصة الاخرى اللي هي مش يوتيوب المنصة بتاعة عليها عدد كبير من المسلسلات واغلبهم لما تيجي تشغل عليه يقول لك غير متاح في بلدك لانها نفس المسلسلات بتاعة المنتج الواحد اللي احنا عارفينه وبناعا عليه مش عارف اتفرج عليها الحل الاخر هو انك تتفرج عليها مقارسنة على المواقع اللي بتقدم الخدمة دي انا ما بدنش اي حد بيعمل ده ولكن انا ما بعملوش انا انا ما بتفرجش على محتوى مقارسن بشكل ممنهج مهما حصل في الدنيا بتفرج فقط لما تستبد بي السبل تماما لحاجة لازم ارجعها وما فيش اي طريقة تانية في الدنيا انك تتفرج عليها وبعمل كده فيلم مثلا ولا بتاع لكن مسلسل تلاتين حلقة كل يوم انا مش حقدر اعمل ده على الاطلاق وطبعا المشاهدة في التلفزيون مستحيل يا جماعة مستحيلة يعني ما الحاجات اللي بنتفرج عليها بعض الفطار مباشرة ان اللي بتعرض فيها للاعلانات لأ 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 حتى يعني مش مجرد ان الاعلانات بتاعتنا فيها قدر كبير من السخف هي الحقيقة كمان طويلة جدا جدا الكوبيز بتاعتنا طويلة ليه اغنية بحالها ليه زمن المرعب دا يعني فبناءا عليه اللي عرفت قلقته شرعيا من خلال المنصات الرقمية للمشاهدات صف صف في الاخر على تسع مسلسلات دول اللي شفت على الاقل حلقة منهم في منهم مسلسلات حستكمل مشاهدة فيهم وفي مسلسلات اخرى هتوقف عن المشاهدة عنهم ولأسباب هترحف الحلقة دي ان شاء الله الحلقة دي بدون بدون آآ نص بدون منتاج واضح قوي يمكن نقطع مرة ومرتين ممكن ما قطعش خالص لو ربنا يسار لي يعني حلقة حتبقى طويلة حلقة حتبقى مليانة اسهاب حلقة حتنتقل من الهزار للجد للهزل للحيرة للتهتهل كل حاجة انت عايزها في الدنيا فاللي بيحب هذه النوعية من المحتوى يمكن تعجبه الحلقة اللي ما بيحبش هذه النوعية من المحتوى ممكن تكون دا الحلقة اللي مش حلقة مش مناسبة بالنسبة له لانها مش شبه الحلقات اللي كنا بنعملها قبل كده عايز آآ ابتدي بالكلام على المسلسلات اللي لفتة نظري حتى الان دفعاني لاني عاوز اتباعها ولكن مش بقرار نهائي يعني ما اظنش ان هي كسب تأيدي المطلق لمشاهدتها لغاية نهاية رمضان على رأس هذه المسلسلات مسلسل لاخر نفس من بطولة ياسمين عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب حتى المرة دي انا مش قاعد محضرة بقى من المخرج ومن المؤلف والكلام ده كله معلومات متاحة يا جماعة انا هتكلم على المنتج في النهاية لو عندي تعليق على السيناريو حقول السيناريو عليه كده ليه كده اخراج ليه كده عليه كده وخلاص لاخر نفس انا مستمر في مشاهدته حتى الان لانه طرح لغز مهم جدا من خلال الحلقات الاولى نوعية المسلسل تنتمي لنوعية الاثارة والغموض خلنا نقول الغموض الحقيقة لان الاثارة لسه مش قوي عبارة عن واحدة ست جزءها ضابط شرطة بيموت بتدفنوا وبعد كده بتكتشف انه على ما يبدو ليه حياة سرية فيها قدر كبير من التعقيدات ويمكن تكون حكايته مش زي اللي هي عرفاها بالزبط اللغز حلو طريقة الطرح بتاعته حلو الدفع الاحداث في نقطة انت مش عارف الغموض ده جاي منين هل دي مؤامرة عليها الرجل جزء المتوفي ده مشارك فيها ولا لأ كل الامور ده حاجات تدفع للمشاهدة ولكن النقطة الاساسية اللي دفعاني لاستكمال المشاهدة حتى الان هي الاسرار العظيم من كل الاراء اللي قريتها سواء على السوشال ميديا او على المنشورات المختلفة يعني باني ياسمين عبدالعزيز بتقدم مستوى تكسيد فوق الرائع في تغيير كبير لجلدها وكلام زي ده في تغيير كبير اه في اقدام على مخاطرة بكل تأكيد ولكن انا مش شايف فيه اي ملامح الجودة بكل امانة ومش قصدي انا من الغرض من الحلقة دي ومن الحلقات بتاعت رمضان واشياء في الايام اللي جاية مش اني اقعد اه انظر على الممثلين او على الممثلين او على الكلام ده كله لكن اللي شايفه هقوله ومش هجمل فيه يعني ياسمين عبدالعزيز اداءها ميال المدرسة القديمة جدا اللي كنا بنشوفها في اعلانات المسلسلات بتاعت التمانينات والتسعينات لما في ممثلة كبيرة اوي تطلع تقولك انا قررت السنة دي اعود لادواري المركبة ووراها على طول يجيبوا لقطة من المسلسل بتاعها بتقولك ان انا متأكد اني شفته انتو هتجننوني ولا ايه ده بالزبط اللي ياسمين عبدالعزيز بتعمله في المسلسل حتى الان بالاضافة لان المشاهد اللي دفية شوية على مستوى العلاقات الانسانية لما بينها وما بين الناس اللي حواليها وبالتحديد مشاهد الفلاش باك في علاقتها الزوجية مع جوزها كرنجي كرنجي كلمة ملهاش مقابل مباشر في اللغة العربية كرنجي تحسسك بالغرابة انك قاعد بتتفرج عليها لان فاتح عبدالوهاد طبعا ممثل كبير جدا وطريقة اداءه في النقطة داية بيعكس فيها بعض الاثارة يعني هو بيحب امراته بجانب من جوانب الاثارة علاقة زوجية يعني وبتاعه كلام زي ده فهي المفروض ان هي تنقلنا مشاعر برضو آآ دافئة مقابلة او كلام زي ده ولكن الحقيقة هي بتدينا نظرات متحرشة اه مش عارف انا مش عايزة استخدم مواد بقى ولقطات علشان الكلام دوت بيخاطر بان الحلقة كلها تنزل لما اقول كلام لحد ما يعجبوش فيخش على المعرفش ايه الاداء بتاعته على يوتيوب فيضرب للدنيا وكلام زي ده ما علينا يعني آآ فبحس بان يعني فاتح دلوها بيخوش يهزر يعمل بتاعه معرفش مين كلام زي ده بتبقى بتسم وبعدين فجأة تروح هي مدية نظرة متوحشة من نظراتها دي فبحس بحس باني يعني لأ لأ مش 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 مبسوط لأ مش عارف يعني فالحقيقة لأ ده ياسمين عبدالعزيز انا عندي علامات علامات استفهم كتيرة جدا واتمنى لما الاحداث تسحلنا معاها اكتر من كده في الحلقات اللي جاية الدنيا تتحسن شوية او على الاقل يبقى الاحداث بتاخد مقام التركيز الاول وما بقاش ملاحظ الحاجات اللي مش عاجباني في اداءة حتى هذه اللحظة آآ كمان مش عاجبني ان المسلسل في الحلقة اخر حلقة شفت انا شفت لغاية دلوقتي حلقتين من المسلسل في نهاية الحلقة التانية بتدينا ناخد الموضوع لإطار اكبر شوية من اللغز الصغير بتاعنا والناس اللي امتابع الحلقات بتاعتي عارفين كويس قوي انا بحب جدا اللي يعمل دراما غنية من احداث ديقة محبش اول يعمل احداث مفرقة ومفرشحة في كل حتة في الدنيا وبعدين يحاول يخلق دراما من خلالها ارهاب ومش ارهاب ومخدرات ومش مخدرات اقفلها علشان الدنيا تبقى مستوعبة وكلام فمسلسل اخر نفس انا مستمر في مشاهدته ولكن عندي تحفظات كبيرة عليه ومش بالضرورة هستمر في مشاهدته حتى النهاية المسلسل التانية اللي ابتديت اشاهده هو الكاتب من بطولة باس الخياط شفت منه حلقة واحدة بس حتى الان ده اللي فيه قدر كبير من التجديد على مستوى الاجواء فعلا لان احداثه لبنانية بامتياز وانا مش متعود على ده انا مش متعود انا بتريبا دي اول مرة في حياتي اشوف دراما لبنانية بالكامل يعني اه اه وحقيقة مش عارف زكاة اللبنانية او سوريا بس هي الاحداث بتدور في لبنان بكل تأكيد يعني اه اللغة اللبنانية المجتمع اللبناني طبيعة العلاقات طبيعة شكل الشخصيات كل الامور ديت في حتة كده منعشة شويتين حابب تتفرج عليها المسلسل فيه قدر كبير من الابداع الفني على مستوى الاخراج لم يصل لدرجة التكلف وده شيء عجبني جدا لان التكلف ده حنشوفه كمان شوية احد المسلسلات المهمة واللي عجباني ولكن فيه قدر من من التكلف في نقل التجربة البصرية بس لما نوصله نبقى نتكلم عليه مسلسل الكاتب في كل كدر وفي كل لقطة وفي كل مشهد انا حاسس ان فيه تفكير تم وراء الموضوع انا فيه تخطيط كتير تم وراء الموضوع الهدف الاساسي مش ان احنا ننقل الجمل الحوارية وندي فرصة للممثلين ان انا ما يشتغل وخلاص اه ومع ذلك لو انت مركزتش اوي او لو حضراتكم مركزتوش اوي وانتو بتتفرجوا على المسلسل مش هتتنقل لكم العناصر دي مش هتحسوا بيها وده شيء كويس جدا ان يوصل لك مضمون المشهد بدون ما تحس ان فعلا الكاميرا المرة دي زاويتها كان فيها حركة غريبة شوية او حركة غير معتادة او حركة فيها قدر من من محاولة الابداع الفني وكلام زي ده بس الخياط اداءه كويس جدا وبس الخياط بيدفع اداءه لمرحلة ما قبل المبلغة بحبة صغيرة يعني وانت بتتفرج عليه دايما حاسس ان هو بيمثل اوي ده دايما او في اوقات كتير بيتاخد كتحفظ على حاجة معينة ولكن لما تيجي تقارنه بالشخصيات اللي هو بيقديها لأ الموضوع يسمح بذلك انا شفته السنة اللي فاتت في مسلسل كان اعتقد اسمه اختفاء اللي كان بتاع الوحوش اللي برا دول لا مش اختفاء ما كانش اسمه اختفاء واسمه سقط مينيو مش هدور عليهم مش هجيبه ولنكمل عادي. المسلسل بتاع الوحوش اللي برا دول كل انا عارفين الموضوع يعني. آآ شخصية سادية شخصية تحكمية شخصية عندها مشاكل نفسية كتيرة جدا فمفهوم جدا انه عنده هذا القدر منها المبلغة. شخصيتنا في مسلسل الكاتب عندها درجة آآ عنجهية مرتفعة جدا. درجة غرور كبيرة جدا. درجة انانية وقدر منه مش عايز اسميه الشر عايز اسميه الخبث الخبث بكل 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 تأكيد من تعريفه مش بريء. وده موجود عنده في بعض الاحداث في المسلسل. المسلسل مسلسل برضو بيدور حوالين جريمة. سريعا جدا قفزنا الجريمة في الاحداث الاولى بطلنا متهم فيها. وفي احداث كتير اثيرة حواليها سواء على مستوى الصحافة او او على مستوى اسرته او على مستوى اسرة الضحية بتاعة الجريمة دي. والغاية دلوقتي عايزين نشوف ايه اللي حيحصل فيها وإيه اللي حيدور فيها. انا الحمد للغاية دلوقتي اعتقد اني محافظ على اني انا للاحداث بدون حرق لأحد نقاط الحبكة المهمة ولكن ده مش مقصود. انا لو انا وارد جدا اني اتكلم عن مسلسل واتطرق لحاجات فيها حرق. فاللي برضو اللي مش عايز يحرق احداث المسلسلات يمكن تكون الحلقات دي مش انسب حاجة بالنسبة له. آآ فمسلسل الكاتب من المسلسلات اللي انا مستمر في مشاهدتها ومستمر في متابعتها واللي ممكن يكون بس حطتها لغاية دلوقتي في اطار ما ازا كنت مش متأكد قوي ازا كنت حكملها ولا لأ هو ان الجرائم في المسلسلات السنة دي كتير قوي انا مش لاقي مسلسل اجتماعي الا مسلسل واحد بس والمسلسل الوحيد الاجتماعي اللي شفته حتى الان قفلني بدري بدري. وهنتكلم عنه بعد حبة صغيرة. فيمكن وجبة الجرائم الكتير والغموض الكتير المفتقدة لعنصر الاثارة مع عدد مسلسل واحد بس. الوحيد اللي عنده غموض وعنده اثارة في نفس الوقت. آآ هنتكلم عنه برضو كمان شوية صغيرة. ممكن تخليني في الاخر ابتدي اقصاص منهم. ابتدي اتخلص منهم. اخليني في عدد محدود من المسلسلات. لان الجرائم هتبتدي تركب على بعض وممكن تبتدي تحصلي الاخبطة والمتابعة نفسها ما تبقاش مسلية وما تبقاش كويس. المسلسل اللي بعد كده اللي منه حلقتين. حتى الان هو مسلسل زودياك. آآ من بطولة فريق من الشباب. آآ اجواءه سينمائية لحد كبير. آآ مبني على رواية لدكتور احمد خالد توفيق. وده اعتقد ان هو هيجزب ناس كتير ان هي تشاهده. آآ المسلسل انا كان ليا الشرف يعني ان تم دعوتي علشان اتفرج على الحلقة الاولى منه في زي اشبه ما يكون بحفل افتتاح في سينما يعني وكلام زي ده وتفرجت عليها وشاركت رأيي مع صناع المسلسل ومع الشركة المنتجة انه ما عجبنيش. كان فيه مشاكل اقاعية وكان فيه اللي كنت بسميه من شوية الستيلينج اللي اكتر من اللازم. زي ما بنقول هي تجربة تجربة السينمائية الى حد كبير وفيها قدر كبير من التعقيد في المشاهد بتاعتها ولكن اغلب المشاهد متصورة بهاندهيلد كاميرا بكاميرات محمولة فيها عدد فيها قدر كبير جدا من الاهتزاز ومن الحركة المستمرة في المشاهد في تقدير الشخص لا تستدعي ذلك. الغريب ان انا لما اتفرجت على المسلسل على المنصة اللي هو موجود عليها لقيت ان الحلقة الاولانية دي انفصلت على حلقتين زمانهم معقول جدا ورغم ان الاحداث هي هي ولكن تجربة المشاهدة كانت افضل. مش عارف اقول ده ازاي. الموضوع لغاية دلوقتي من على مستوى الاحداث بيدور فيه اطار من الغموض برضو. كل غموض. آآ نسبة الاثارة فيه حتى الان مش مرتفعة قوي برضو عن شباب في جامعة بيشاركوا في تحقيق صحفي. التحقيق الصحفي دوت بيؤدي للتوريد شخصية مشهورة. وبعد كده واحد من الشباب دول بيتسبب في نشر معلومة ان هما ان هو واصدقائه شاركوا في التحقيق ده. وبناء عليه بقى فيه زي ما يكون خلاف داخل المجموعة بتاعة الاصدقاء دي. وعلى الجانب الاخر الشخصية الشهيرة دات احنا شايفين هما بيعملوا ايه وبيخططوا الايه وعلى ما يبدو هي جريمة شويتين. فطبعا الاحداث فيها ما يدعو للمشاهدة عشان تجاوب السؤال. تقريبا كل المسلسلات اللي انا لغاية دلوقتي مش متأكد من جودتها على المستوى الفني وعلى المستوى الدرامي اللي دفعني الاستكمال المشاهدة فيها هي ان احنا لغاية دلوقتي لسه مستنيين نجاوب على السؤال. فلو السؤال مثير للاهتمام فعلا حقيقي انت عاوز تجاوبه كمشاهد بتستمر في المشاهدة وده بيدفعك للتغاضي عن عدد كبير من المشاكل اللي ممكن تكون شايفها قدامك. فطالما انا لغاية دلوقتي لسه عاوز اجاوب على السؤال فبناء عليه هستمر في المشاهدة خصوصا ان فعلا بعد فصل الحلقات الايقاع بقى متوازن ودي اول مرة في حياتي اعرفها. انك ممكن تجيب عمل كان مترتد بطريقة معينة وبعدين تعيد ترتيبه او تفصله في نقطة معينة. علشان زمنه يقل شوية والايقاع بتاعه يتزن شوية بدون ما تحدف اي مشهد والنتيجة تبقى افضل. حقيقة ده درس اتعلنته من خلال مسلسل زوديك. وعشان كده برضو انا مستمر في مشاهدته. اللي بعد كده مسلسل اتفرجت منه على حلقة واحدة. وبصراحة ندمت لاني كنت احب ان انا كنت بتكلم عنه النهاردة وانا مشاهدت ثلاث حلقات بتوعه وهو مسلسل زي الشمس. من بطول الدينة الشربيني وريهام عبدالغفور واحمد داود. شفت حلقة واحدة منه النهاردة. وده المسلسل الوحيد فعلا. اللي بيتوفر فيه عنصر الاثارة بجانب عنصر الغموض. رغم ان الغاية دلوقتي اللي شفنا مطردات. ولا شفنا قتل ولا شفنا بتاع ولا شفنا معرفش مين. ولكن اخراجيا في عنصر من عناصر الاثارة موجود في الاحداث. في حاجة ما خلياك الان. رغم ان حتى ابعاد الجريمة وبرضه في جريمة بتحصل. مش باينة. في الحلقة الاولى ما تم اشترحاها. في مسلسلات تانية جريت اسرع من كده من خلال الحلقة الاولانية. ولكن المسلسل فعلا نقل لي احساس بالاثارة. من ان عدد كبير من الشخصيات وراها اسرار. وان الاسرار دايت انا عاوز اكشافها بجانب ان انا مستني الاعلان الرسمي عن الجريمة. وبعد كده ابتدي امسك خطوطها واشغل نفسي بحل الغازها. فبناعا عليه مسلسل زي الشمس مسلسل جيد جدا. حتى تمثيليا جيد جدا. سواء من دينا الشربيني او احمد داود او سوس ان بدر. حتى الاطفال فيه تلات اطفال ظهروا في الحلقة في الحلقة الاولى جيدين بيمثلوا بيقدوا. وطبيعة اداءهم مختلفة كمان. اقاع المسلسل مش بطيء. احداثه انتقلت في الحلقة الاولى ما بين بلدين. وفي البلدين بان ان الفريق كان موجود فعلا واشتغل فعلا ونقل التواجد فعلا مش مجرد كانوا بيتفسحوا يعني. ان الاجواء دا اتأثرت على شكل العلاقات بتاعت الشخصيات والكلام دا كله. فالمسلسل زي الشمس من المسلسلات اللي انا شخصيا هستمر في المشاهدة بتاعتها. ومن بعد الحلقة الاولانية لأ نفسي مفتوحة كمان للمشاهدة. حقيقة مسلسل زي الشمس لحد اللحظة دي. اللي هي بعد الحلقة الاولى انا ما عنديش عليه تحفظات حتى الان. ويمكن اللي خلاني اتأخر في مشاهدته هو الكلام الكتير اللي اثير حواليه من قبل ما يبتدي عرضه بان كان فيه تدخلات والتدخلات دا تقدت لان مخرجة العمل تنسحب ويجي مخرج جديد ما كانها. فبناء على انت ابتديت تحس كده بان الخلطة مش هتقدي لحاجة كويسة. ولكن النتيجة فجأتني انا شخصيا وبناء عليه انا هتابعه واللي ما تابعوش اشجعه جدا ان هو هيتابعه كمان. فيه تلات مسلسلات يا جماعة شفتوهم والتلات مسلسلات دول بعد الحلقة الاولى قررت ان انا مش هستمر في مشاهدتهم لأسباب مختلفة. اول واحد فيهم هو حكايتي وحكايتي هو المسلسل الوحيد ما بين كل المسلسلات اللي انا تابعتها. اللي مش كوميديا اللي درامي. درامي اجتماعي. مفيش جريمة. محدش اتقتل لغاية دلوقتي يعني. فيه ناس ماتت بس محدش اتقتل لغاية دلوقتي. وده انجاز كبير جدا على مستوى التجدد والاختلاف يعني. مسلسل حكايتي انا قررت ان انا مش عاوز اكمله بعد اول مشهد فيه. اول مشهد فيه كانت ياسمين صبري بتجري على كورنيش اسكندري على كوبري ستانلي شافت واحد غلبان قلعت الجاكت بتاع بتاعها ولبسته له وبعد كده وهي بتعدي الشارع خبطتها عربية. انا من قبل ما اتخبطها العربية. بمجرد لما لبست الراجل الجاكت انا قررت اني مش عايز اتفرج على المسلسل ده. وحسيت انه هيبقى فيه برضو النقطة الاسسالة انا اتكلمت عليها بتاعة الكرنج. بتاعة اللي بيحصل قدامك على الشاشة محرج بالنسبالك. ميخليك قاعد مش مرتاح وانت بتتفرج. لانك مش عارف تصدقه ومش عارف تشتريه ومش عارف تعتبره بناء جيد لشخصية او تقديم جيد لشخصية. مش عارف. وبعدين مع تقدم احداث الحلقة حصل حاجات كتير انا مبقيتش مستحملها وانا بتفرج. منها ان الاحداث بتتحكي في شكل لشخصية بطلتنا بتحكي فيها عن نشقتها وعن امها وعن الكلام ده وده بيتحكي في شكل تحقيق شرطة ومع ذلك الشرطة قاعدة بتتكلم وحنا قاعدين نتكلم على البنت اللي جات من الخارج عشان تعمل معرفش مين. انا لو ما كان الضابط حولها حضرتك انا عاوز اركز في الحلقة. لو عايزة ترجع في الحادثة. لو عايزة ترجع ارجعي خمس ست دقائق ورا. ابعد من كده مش عاوز يعني. ايه الموال ده? مين اللي حيقعد يسمع الكلام ده كله? وبعدين صوت ياسمين صبري يا جماعة في النريشن مش ممكن. مش ممكن. ما ما ينفعش تعمل ما ينفعش ما ينفعش. ما ينفعش اسمع صوتها بس. وهي بتتكلم. لان طريقة الكلام زي ما يكون طفل صغير في درس مطلعة وبيعاني عشان يطلع الكلام بشكل سليم. وما بيطلعوش بشكل سليم. في واحدة من المرات كانت بتقول علشان تمنع الكيل والكال. الكيل والكال ورجعتها مرتين عشان اتأكد ان ودني ما بتظلمهاش. لمجرد ان انا مش مستحمل اللي انا بشوفه يعني. الشخصيات اللي منسناها لان المسلسل بيحكي على جيلين اللي كبروا معاها منهم احمد حاتم وتلات ارابعة ممثلين شباب. كلهم صعبين جدا. انا مش 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 قادر اتواصل معهم ومجرد تواجدهم على الشاشة نمطي جدا وطريقة اداءهم فيها قدر كبير من المبلغة في كشف صفاتهم. يعني اخوها الغير شقيق عمل يبين قد ايه هو شخصية كريهة. لدرجة ان هو طول المسلسل عامل وشه كده. ما من غير مبلغة. هو طول المسلسل عامل وشه كده فعلا يعني. وكنين من اخواتها عاوزين اتجوزوها من مش من اخواتها سوري انا اسف انا اسف انا اسف. مش جيمة افترونس. اتنين من اه من ولاد عمام اه من عمامها عاوزيني اتجوزوها واللي اتنين بيقدوا بطريقة برضو لغاية دلوقتي مش عاجباني على الاطلاق. فلا مسلسل حكايتي انا ما استحملتش اتابعه وما اعتقدش ان انا هرجع له تاني يعني الا لو حصلت مواجزة من السماء يعني. المسلسلين التانيين برضو اللي شفت منهم حلقة واحدة وما اظنش ان انا هتفرج عليهم هم المسلسلين الكوميديين. الاول هو بدل الحدوطة تلاتة والتاني هو الواد سيد الشحات بدل الحدوطة تلاتة شفت منه الحلقة الاولى الكوميديا بتاعته دمها خفيفة انا ما اعتقدش ان هو ممكن يتسم بالسخافة او بان ده متقيل او حاجة بالطريقة داية ولكن مستوى النكت اللي فيه طفولية جدا 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 يعني انا شايف ان هو مسلسل انسب للاطفال وده اللي باكتشفه بعد كده فعلا ان المسلسلات اللي انا باستغرب هي ليه بيتقال عليها كوميديا وليه الناس بتتحك عليها وليه بيتقال عليها على تويتر بوستات وليه النجوم عاملين يعمل لها ريتويت وحاجات بالطريقة دي في الاخر بلاقي ان اكبر شعبية موجودة فيها عند المدارس اولادي هما بقى اللي عاملين يتقلوا الافيهات دي ما بينهم وبعض ويحكوا فيها ويتكلموا عنها وكلام زي ده لكن انا زي ما بقول وانا بتفرج مش قادر اشوف ان المسلسل سخيف مش قادر اقول ان المسلسل سخيف مش قادر اقول ان الكوميديا اللي فيه دمها هتقيل ولكن ما بتحكش في نفس الوقت نفس الموضوع بالنسبة للواد سيد الشحات انا شفت منه الحلقة حلقة واحدة وهي الحلقة الرابعة انا ما شفتش الاولى والتانية والتالتة وشفته في التلفزيون بعد الفطار على طول اني قلبت من رامز احنا قعدنا اول تلاتيام نتفرج على الرامز وبعد كده برضو اعراض سن الاربعين ضغطت علي من اني مش هستحمل ان انا اقضي بقيت عمري باتفرج على الرامز بيجيب ممثلين ويقعدوا يمثلوا مشهد مع بعض ويقنعون ان هو بجد وكلام زي ده ما بقتش مستحمل وما بقتش قادر خلاص يعني فالتاليت اشوف الواد سيد الشحات وغالبا حرجعت انا اتفرج على الرامز من بكرة ان شاء الله برضو الواد سيد الشحات مش بايخ الحلقة اللي شفتها مش بايخة الكوميديا اللي فيها دمها مش تقيل احمد فهمي بحبه محمد عبد الرحمن بحبه الناس اللي موجودة دمها مش تقيل على قلبي ولكن النكت برضو اطفال جدا ومستغرب ان المسلسل مكتوب عليه غير مناسب لمن هم اقل من 16 سنة ازاي يا جماعة انا شفت حلقة فيها ناس بيتحاول تسرق مهراجة وقعدين يتكلموا بالمبالغات الهندية اللي انتوا عارفينها مفيش ولا اف من اللي حصل اولى موقف كوميدي من اللي حصل في موضوع الهند ده كل ممكن ينقل كوميديا كبيرة شوية لحد مطلع بطاقة يضحك عليها بجد يعني وبعد كده رحنا لتجربة قالت زمن برضو اطفال اطفال قوي الحاجات ديات لما كنا بنشوفها زمن في وزير عام وفقات كنا بنتحك عليها لما كنا اطفال لما كانت الحاجات ديات مناسبة لنا فانا مستغرب مستغرب لتصنيف المسلسل يعني انا اتفرجت على المسلسل دمه خفيف دمه مش تقيل على قلبي مناسب للاطفال شفت 16 بلس استعجبت ما بقيتش فاهم ايه اللي بيحصل يعني يمكن بكرة وبعده على الفطار برضو اتفرج يمكن الاقي ان النمط تغير يمكن الاقي ان الاجواء تطورت يمكن الاقي نفسي بدحك من قلبي فاكمل مشاهدة ولكن الانطباع الاول لا يبعو لذلك يعني اما المسلسلين اللي انا بتفرج عليهم بقلب جامد وانطمنيني على احداثهم حتى الان وما اعتقدش انه ممكن يعملوا خطأ واحد فيجبروني على الانسحاب منهم يعني في فترة قريبة هما اولا مسلسل قبيل من بطولة محمد ممدوح وعلي الطيب والمفروض امينة خليل ولكن هي الغاية دلوقتي ظهرت مرات قليلة جدا والمفروض محمد فراج بيظهر شوية بس مش قوي يعني عن جريمة قتل على ما يبدو متسلسلة يعني وفي مجرم بيعمل جرائم بنمط معين ومحمد ممدوح هو الضبط اللي بيحقق في الموضوع مع الضبط الصغير اللي هو علي الطيب وعلي الطيب ظابط عنده شوية مشاكل رغم ان هو عنده بعض القدرات وده ودي تشكيلة كويسة جدا يعني من من قلطف الحاجات اللي في الحلقات هي العلاقة ما بين محمد ممدوح وعلي الطيب لانها علاقة كمان تم استعرضها في مسلسلات قبل في اعمال سوريدرامية قبل كده وكانت دمها تقيل جدا يعني لو انا فكر كويس في فيلم فيلم الهرم الرابع اعتقد كان في علاقة برضو ما بين الضبط وما بين واحد جاي من مباحث مباحث السايبر اللي هي طاعت الانترنت والديجيتل والكلام ده كله وكانت من اعجب ما يمكن لان الدرجة الكوميديا كان فيها هزل لا يناسب صفة زباط شرطة لكن هنا لا هنا ينفع الكوميديا اللي بتطلع فيها مفارقات فعلا وانت مش مستغرب الشخصيتين في الادوار اللي هما بيعملوها محمد ممدوح بيعمل اداء جيد جدا على الطيب بيعمل اداء جيد جدا وحتى الان هما بس تقريبا اللي بيقدوا قوي نبيل نور الدين عامل دور الرئيسهم في الشغل سيادة اللواء او سيادة العقيدة او سيادة الحاجة زي كده يعني مكرر جدا هو باول اي مشهد في الدنيا يبتدي يبينهي بانك لازم تقفل لي القضية دي عمالي زعق فيهم يقول لهم القضية دي خدت اطول من اللازم لازم تعمله تقدم في القضية دي بس معلش بس تحمل الكلام ده مسلسل قبيل برضو فيه اكتر من اللازم كريمش ناوي كمخرج للعمل عاوز يشتغل قوي في كل مشهد في مشاهد كتير فيها قدر كبير من محاولة الابداع الفني الذي لا يمكن تجاهله مش زي مسلسل الكاتب مسلسل الكاتب بقول حضرتك انتم ممكن تتفرجوا عليه ممكن تطلعوا بعض الانطباع عن بعض المشاهد ولو ركزتوا قوي هتقدروا قد ايه هتقدروا قد ايه كان في محاولات للابداع الفني في مسلسل قبيل ما ينفعش ما تقدرش ما ينفعش ما تلاحظش حتى لو اللي انت لاحظته ده ما ضفش على المشهد كتير وبرضو مسلسل قبيل من مسلسلات الغموض اللي الحد حتى الان ما فيهاش قدر كبير من الاثارة وده غريب بالنسبة لي لان المسلسل وسبويلر يعني للحرق في اشباح بتطلع المجرمين الضحايا دول بيطلعوا يتكلموا في شخصيات ماتت اثناء مطردات وكلام زي ده ولكن نسبة الاثارة مش مرتفعة لغاية دلوقتي حتة السعي الحثيث على الابداع الفني في التجربة البصرية في كل المشاهد مداي اتنيش يعني زي ما بقول هي بس تحس انها في بعض الاحيان ما ينفعش ما تشوفهاش ما ينفعش ما تلاحظهاش ومش متأكد من قيمتها على المشهد ولكنها مداي اتنيش الا في مشهد واحد بس المفروض انه هو في حد تفلاش باك للشخصية بطلنا اللي هي حد تتموت مراته اللي هي مؤثر على حالته النفسية بشكل عام يعني هو بياخدها بيشالها بيحطها في عربية اسعاف وفيها عربية الاسعاف المصعف بيقولوا انها ماتت خلاص فبينفعل وكلام زي ده المشهد ده اللي مليان انفعلات محددة او بتعرف حالته النفسية من خلال المسلسل كله حتى هذه اللحظة ما بنش فيها وشه شخصياتنا الرئيسية محمد ممدوح واحد من افضل الناس اللي بتعبر بوشها في الدنيا يعني جابوا للمشهد من ظهره وجابوا وش المصعف والجسة لان هو شالها اعادها بعد كده فاشوفنا وشها اللي هو طبعا حد ميت يعني والمصعف اللي هو شخصية اكسترا يعني في المشهد وبطلنا مش باين بوشه مش قادر اعرف يعني لو ده نوع من انواع المدارس المتطورة جدا في الاخراج وانا ما فهمتش يبقى معلش قدراتي العقلية مختلة شوية ومش حزهق ابدا من اني افضل اقول ان الغاية دلوقتي لسه عمال عيني عشان اسمع محمد ممدوح بيقول ايه في مشاهد كتير بطر ارجع وعلي الصوت واسأل مراتي واسأل الناس اللي حوالي عشان يشرحوا لي هو قال ايه بالزبط لان ما خارج صوته مش واضحة والمرة دي مش قصد ان انا افضل اقولها وبعد كده يجيلي الكومنت بتاع حالة صحية ولا حالة مرضية وبطلت التريق عليه بتريقش عليه وما ينفعش ابقى شايف عيب في عمل قدام عيني وافضل اوصل لمرحلة ان اتجهله او اعتبر ان هو شيء مسلم به خصوصا وان في المسلسل الاخر اللي انا شخصيا باعتبره افضل مسلسل ما بين المسلسلة اللي انا بشوفها في رمضان هذا العام محمد ممدوح برضو موجود فيه والمشكلة دي محلولة فيه وهو مسلسل ولد الغلابة من بطولة محمد ممدوح او بطولة احمد السقل حقيقة او مع محمد من الواضح ان في مجهود في هندسة الصوت من الواضح ان في شغل على كل جملة حوارية وعلى كل ملف صوتي بصوت محمد مندوح لتنقيته لتبتيقه لتضخيمه انا معرفش ما عمله ايه بالزبط بس انا سامع محمد مندوح في ولد الغلابة ومش سامعه في قبيل ولد الغلابة المسلسل احداثه كلها حتى الان مأساوية جدا 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 للحاجات اللي بيتعرض لها بطلنا الاستاذ عيسى استاذ تاريخ واللي وجد نفسه مطمع لبعض المجرمين اللي موجودين في البلد اللي هو عايش فيها لان هو شخصية طيبة ومستقيمة فبناء عليه لو سعيدهم فانشطتهم الاجرامية حيبقى كارت مش محروق ويقدروا يستغلوه ويستغلوا ظروفه ويشتروا ويبيعوا فيه في ازاي ما هم عاوزين دي القصة بشكل عام وابعادها الاخرى كلها ابعاد اجتماعية سواء من خلال اسرته او من خلال علاقته التي تمت بالمصادفة مع زوجة احد هؤلاء المجرمين واللي قصتها نمطية جدا ما هي عمر انها اتجوزت لان الرجل ده كان في ايده ان هو يطلق صراح ابوها وما يسجنوش فهي اتجوزته رغم فرق السن الكبير وابتدى يبهدل فيها ويدرابها وقصة مكررة شوية مش افضل الزواجة درامية في المسلسل افضل الزواجة درامية في المسلسل هو ان رغم الاحداث السودوية اللي انا عامل احكيها لحضراتكم ديات مقدرش اقول لكم ان الاجواء حزينة الاجواء فيها كوميديا فيها كوميديا مش مقحمة فيها كوميديا نبعة من نوعية الشخصيات ومن شكل المقاذق اللي بيتسببوا فيها لشخصيتنا الرئيسية اللي عارف ينقل كويس جدا من خلال تعريف الشخصية بتاعته انا بتكلم على احمد السقق دلوقتي ومن خلال اداءه كذلك ان هو لو بيقول كوميديا فهو مش خارج اطار الاجواء اللي احنا بنتكلم فيها هو يا اما من غلبه يا اما من ان فعلا اللي هو بيتعرض له ده ويتغير قابل للتصديق فبناءا عليه اللي بيطلع منه بيطلع منه وخلاص يعني اه تشكيلة اسرته بالعلاقات الممتدة خارج اطار الاسرة للعائلة والجران القريبين مبدع حقيقي مبدع لغاية الحلقة التالتة لغاية نهاية الحلقة التالتة شيء مبدع وانا اسف على برضو تفاوت عدد الحلقات اللي انا شفته لان قبيل خمس حلقات قبيل عمل زي في الدوري كده بسم الله ما شاء الله خلص مطشاطه قاعد بيراجع دلوقتي وبقية الفرق بقية المسلسلات كانت في افريقيا فهم اجن الله آآ مطشاط وحاجات زي كده ليهyo مسلسل يبقى في الحلقة الخامسة ومسلسل في الحلقة التالتة انا مش فاهم يعني بسم الله صباح Оآ العلاقات اللي موجودة في المسلسل غالبة جيدة جدا الممثلين جيدين جدا ليه اتنين اخوات واحد اسمه حمزة معرفش اسمه الممثل والتاني عمل دوره ادورد مش فاكر اسمه ممثل وفاكر او مرة مره مش عارف اسمه ممثل تاني مش عارف اسم الشخصية ولكن المسلس ده مسلسل مسلس رائع الراجل اللي عامل دور حمزة ده كوميديان عجيب طريقة التطجين بتاعته طريقة الاجرام اللي فيه طريقة الحماقة اللي هو فيها حقيقة جيدة جدا اخواته البنات اداءهم كلهم كويسين هيبة مجدي عامل دور طريقته لأول مرة اشوفها بتقدي كويس بتقدي كويس جدا كمان المحمد ممضوح محمد ممضوح في المسلسل ده طالع حقير 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 يعني بس برضو فيه اداء جيد جدا وبستمتع بكون يقدر اسمعه مع شكري الكبير في اداء احمد السقف ولد الغلابة ولكن برضو عنده قدر من المبالغات بلعهم لغاية دلوقتي لان النتائج اللي بنوصل لهم كويس كويسة ولكن المبالغات محسوسة ما ينفعش تتغضع عنها تحس في بعض الاحيان ان هو رايح شوية على مبروكة بولعالمين حمودة بتاع محمد هينيدي في حتة المدرس اللي بيتكلم بلاحكة فلاحي وبيتكلم على طبيعته وحاجات زي كده وعنده قدر من المثالية وامور من هذا القبيل كل المسلسلات يا جماعة اللي بتكلم عليه هدايات فيها مشاكل اقاع ما فيش مسلسل قدر اقول ان هو ناجح تماما في ان اقاعه مميز ورائع وكلام زي ده فيهم مشاكل من الواضح ان هي تم اقحمها بسبب عدم راحة المخرج ان هو يعيد بعض المشاهد اللي فيها بعض الارتباك واوضح بكتير في المسلسلات عن اخرى يعني في مسلسل حكايتي فيه مشهد كان ما بين ادورد واحمد بدير وجمال عبد الناصر ادورد افتكر ان السطر بتاعه بيبتدي بدري شوية ففتح بققه عشان يتكلم في احمد بدير بصره فرح ساكت وبعدها احمد بدير خلص جملته لانه اكتشفه ان ادورد اتكلم غلط يعني ابتدى يتكلم غلط 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 الممثل اتكلم غلط ومع ذلك ما عدوش المشهد وكمله عليه عادي يعني وده موجود في المسلسلات كتير حتى من المسلسلات العجبانية ولا انا بقول عليها كويسة يعني فعيوب مسلسلات رمضان موجودة ما اقدرش اقول ان السنة دي احنا تجنبناها او اختفت او معدتش موجودة ولكن في اسباب بتدفعنا لمشاهدة بعض المسلسلات بخلي انا عاوزين نكمل مشاهدة سواء كانت على صعيد القصة على صعيد الاحداث على صعيد عنصر الغموض اللي تم تقديمه في المسلسلات دا او بمنتهى البساطة لانها مسلسلات جيدة يعني حتى مسلسل ويلد الغلابة اكتر مسلسل عجبني حتى الان للمفاجأة متوقعتش ابدا ما حاجبني بمنتهى الامانة يعني انا شغلته بس لانه الوحيد اللي اشتغل في الانترنت يعني مفيش غموض مفيش اثارة مفيش حاجات زي كده ولكن في قصة حلوة وفي مشاهد جميلة ما خلياني عاوزة تابع الحوار جايب جدا في مسلسل ويلد الغلابة ومعبر وفعال وبيتحرك بنمط حلوة قوية فده موقفي من التسع مسلسلات اللي اتكلمنا عنهم بشكل سريع جدا افضلهم هما ويلد الغلابة وقبيل يأتي وراهم الكاتب يأتي وراه لاخر نفس وزوديك وزي الشمس يمكن زي الشمس قبلهم شوية حكايتي والواتسايد الشحات وبدل الحدود تتلاتها اعتقد اني هتوقف عن مشاهدتهم لو تم حل المشاكل بتاعة المنصات الرقمية الغريبة اللي احنا عملين نتباع حداية وفي مسلسلات تانية اتطرحت لسه في فرصة اني ابتدي اتفرج عليها عاوز اتفرج على زلزال عاوز اتفرج على كلبش تلاتة عاوز اتفرج على الحاجات دي بس هتفرج عليها فين مش هتفرج على التلفزيون ومش هتفرج مقارسا والحاجات دي كلها معددش موجودة على يوتيوب وانا شخصيا شايف ان التوجود على اليوتيوب من البداية كان خاطئ شايف ان الكلام ده محتاج يبقى موجود على منصات منفصلة كنت اتمنى ان المنصات المنفصلة ده يتبقى درسة اللي هي بتعمله بشكل كويس وتتواجد خلال السنوات الاولى مجانا مقابل المبالغ الاعلانية اللي ممكن يحصلوها وممكن جدا يحصلوا مبالغ اعلانية قد او اكتر من اللي كانوا بيعملوا من يوتيوب لو هم فعلا منطق حصري ولكن هم قفضوا مباشرة لنقطة الفلوس لنقطة الاشتراكات وعلى ما يبدو هما ما كانوش مستعدين ودي اللي احنا بنعاني منه حاليا المسلسلات مش موجودة والمفروض اعود اجري وقرها في التلفزيون زي ما نكون من خمس او ست سنين او حاجة زي كده الحلقة طولت كما كان متوقع معرفش اذا كانت جيدة ولا لا رأي حضراتكم فيها ايه ده الشكل المناسب بالنسبالي الذي يتناسب مع الفوضوية بتاعة تجربة المشاهدة والمتابعة نفسها ما عنديش وقت او فرصة ان انا اتابع بشكل منظم عشان اخذ ملاحظات بشكل منظم وعشان اعمل حلقات منظمة ولكن الافكار العامة اللي موجودة عندي بخصوص المسلسلات دي اتمنى ان يكون شاركتها بشكل واضح واتمنى انها تكون مفيدة ومسلية بالنسبة لحضراتكم لو في اقتراحات ياريت تشاركوها في الكومنس وان شاء الله في الحلقات اللي جاية ابتدي اراعيها والحلقات اللي جاية دهت المفروض انها تكون متتالية النهاردة الخميس يمكن الحلقة الجاية تكون يوم السبت ان شاء الله وعاوز ده النمط بعد كده ان احنا نبقى يوم او يوم لا في البداية بس اخدت فرصة عشان اتفرج على عدد من الحلقات ياريت تساهموا في الكومنس بقراءكم وبمسلسلاتكم المتميزة علشان لو في فرصة اتابعها حتابعها معاكم الف شكر لحضراتكم لمشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تجيلكم الحلقات او البول وطابعوني على فيسبوك و تويتر وبي باي